اشتركوا في القناة على المستوى البرلماني بين السلطتين التشريعيتين في كل البلدين هذا وتضمنت مذكرة التفاهم العمل على تطوير التعاون البرلماني المشترك بينهما من أجل توطيد علاقات الأخوة والصداقة بين البلدين والشعبين الشقيقين كما جاء في مذكرة التفاهم أن يعمل الطرفان على تعزيز وتقوية وتطوير التعاون بينهما بالوسائل البرلمانية في مختلف المجالات التي تصب في المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين وتبادل الوفود البرلمانية بينهما بغية الإطلاع على التجارب والأنشطة البرلمانية لكليهما وتبادل الخبرات العلاقات الطيبة التاريخية القوية المتكرسة بين الدولتين وبين المملكتين هي علاقة تاريخية وعلاقة أخوة ويشعر كل مواطن من الأردن أو من البحرين في البلد الآخر يشعر بأنه مواطن كامل المواطنة في هذه الدولة وهذه علاقات أخوية كرسوها ملوك الدولتين منذ القدم والآن يرعاها جلالة سيدي صاحب الجلالة ملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله وجلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله وأيضا كل مؤسساتنا من حكومة إلى برلمان إلى شعب كلها حقيقة علاقات طيبة وعلاقات حقيقية ونتفق به كافة المواقف الدولية والعربية والإقليمية